صحيح يعني إحنا لما نتكلم على التنافسية يمكن ده ما حصلش يعني فوز فريقين ببطولة الدوري المحلي ما حصلش غير في مصر وغير في السودان من دول أفريقية وكان فريق الهلال والمريخ في السودان لكن ما كانتش بنفس نسبة فوز الأهلي يعني الأهلي نكلم على اكتساح والحقيقة لما عارت التقرير ده أنا والزملاء في السادسة كنا نتكلم يا صار على فكرة يعني أنا أول رد فعلي قلت على فكرة جماعة مش بالضرورة أنه عدم موجود تنافسية معناه أنه الكرة بشكل عام ضعيفة أو أنه مستوى المسابقات ضعيف لأنه بنشوف في دول تانية كتير جدا ودول متقدمة كرويين كتير جدا زي مثلا ديتهم مثل حقيقة بالدوري الألماني شفت أنا قلت لهم يعني ما زي ما في مصر الأهلي مسيطر باي ميونيخ مثلا مسيطر في ألمانيا بقوة ريال مسيطر هو والبرصة في إسبانيا بقوة لما جينا نبص على آخر 15 سنة بما أنه التقرير ليه مدة زمنية محددة 15 سنة لأنه على عكس متوقع يعني فيه مثلا على سبيل مثال في ألمانيا مع باي ميونيخ صحيح باي ميونيخ اكتساح واخد ثمان بطولات في آخر 15 سنة لكن معان دية تانية معا بروسيا دورتموند مثلا واخد بطولتين معاش سوتجيرت معا فردو بريمن فيه أندية بتطلع في الصورة النقطة دي نقطة نفسية على قد أو تقرير فيه فعلى قد ما بيهكس حالة وبتالي الكلام ده معني بيه جدا كل حد مسؤول أو مهتم أو نفسه في يوم الأيام يشوف منظومة الكرة في مصر بتتطور بشكل كبير لأنه أنا شايف أنه إحنا إمكانياتنا كبيرة تاريخنا ورصدنا فداء كبير حجم المواهب اللي عندنا كبير على الرغم من أن يمكن الإقتصاديات المسابقات المصرية مش أقوى حاجة في المنطقة ولا في إفريقيا لكن عندنا القدرة أن نكون دايماً الأقوى وعندنا القدرة أن نصدر مواهب للعالم كله فإذا كان في حد معني بمستقبل الكرة المصرية أنا أعتقد التقريب ده في غاية الأهمية ليه؟ لأنه بيركز بشكل كبير جداً على المنظومة أو المنظومات اللي بتدير أندية كرة القدر وهنا الشق الإيجابي في الكلام ده هو النادي الأهلي النادي الأهلي اللي على مدار السنين طويلة جداً وتتخطى طبعاً بكتير جداً 15 سنة الأخيرة اللي بيرصدها تقرير الفيفا لكن على مدار سنين طويلة وعلى مدار إدارات مختلفة ومتعددة قادر على أنه هو يحقق نفس نسبة النجاح هنا احنا نتكلم على المنظومة على سيستم الإدارة على النجاح اللي مش مرتبط بشخص بعينه خذوا بالحضراتكم وده ملوش علاقة بس بالرياضة ده في كل المجالات أي نجاح مرتبط بوجود شخص معين في منصبه ينهار تنهار المنظومة أو يختفي النجاح بعد رحيله ده نظام فاشل لا يصح ولا يجوز عشان كده بقول مهم جداً أنه يكون في منظومة عمل سواء كان اللي بيدرها XYZ سواء كان كابتن حسن حمدي كابتن صالح سليم مهندس محمود طاهر كابتن محمود الخطيب المنظومة قادرة على الاستمرار ومنهج العمل هو اللي بيحكم في الأول وفي الآخر عشان كده بقول الأهلي بيقدم نموذج محلي نتمنى نتمنى وأنا بقول الكلام ده في خناة النادي الأهلي نتمنى نشوف أن المنظومة دي بتتكرر نتمنى نشوف سيستم العمل ده بيتم استنساخه ده هيكون في مصلحة الأهلي وهيكون في مصلحة الأندية الأخرى وكمان هيصب في مصلحة الكرة المصرية بكل تأكيد ترجمة نانسي قنقر